مهما ملكت من المال والثراء ومهما كنت وجيها أو ذا سلقان فلا تغتر بنفسك ولا تتكبر على أحد فإن الله تعالى هو المتكبر والمتكبر هو العظيم ذو الكبرياء والكبرياء العظمة والملك وقيل هي كمال الذات وكمال الوجود ولا يوصف بها إلا الله تعالى والمتكبر هو المتعالي عن صفات الخلق فلا شيء مثله قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو الذي يتكبر على عتات خلقه إذا نازعوه العظمة فيقصمهم قال تعالى في الحديث القدسي الكبرياء ردائي فمن نازعني ردائي قصمته وهو المتعالي عن كل شر وسوء فعن قتادة في قوله تعالى المتكبر قال تكبر عن كل شر وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لبيك وسعديك الخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك وهو الذي تكبر عن ظلم عباده قال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون فمن عرف أن الله هو المتكبر ذل له وخضع فالكبر لا يليق بأحد من المخلوقين وإنما سمة العبيد الخشوع والتذلل ولذا كان مما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ومن آمن بأن الكبر لا يليق إلا بالله تعالى تواضع لعباده ولم يتكبر على أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد ومن علم بأن الله جل جلاله هو المتكبر خافه واتقاه واستعد ليوم يرجع العباد فيه إلى الله قال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون